اشتركوا في القناة الموسميين الاجانب في القطاع الزراعي وابرز تدات المصادر الحكومة الفرنسية قد لجأت لعملية جديدة تتعلق بتسهيل حصول العمال الزراعيين الموسميين الاجانب على تأشير تعمل مؤقت في القطاع الفلاحي وتأتي هذه الخطوة الفرنسية تجاه المغاربة في سياق سد النقص الكبير الذي يشكو منه القطاع الزراعي في اليد العامل المؤهل خصوصا في مجال تربية الماشية والبستنة وزراعة النبيذ والأشجار وكان الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين ومكتب الهجرة الفرنسية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وقعوا في العام الماضي اتفاقي من أجل تسهيل الاستعانة بالعمال الزراعيين الموسميين المغاربة في مزارع فرنسية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء